إذا تريد أن تشتري غراض ركتليك لديك موقع MMROG رابط الموقع و طريقة الشراء تحت في الدسكريبشن لا تنسى تستخدم كود الخصم VSL السلام عليكم و اليوم وجدتكم مقطع جديد المقطع هذا سيكون شرح كيف تلعب كوستماب في ركتليك الشرح هذا على البي سي فقط يعني لاحق يجيني بلاستيشن أو إكس بوكس أو نينتندو سويتش أتوقع بعد فيه ركتليك لاحق يجيني يقول كيف تلعب كوستمابات كوستماب اللي يلعبون على اللابتوب أو على البي سي فقط بي سي طيب أول شي مثل ما قلت لكم أنه على البي سي بس إذا كنت بتلعب كوستماب ما يمديك على أي جهز ثاني ثاني شي تحمل الرابط أو الرابطين اللي في الدسكريبشن هم برنامجين أو مشغل وبرنامج طيب أول رابط مثل ما تشوفون تنسخة وتحطه هنا أو تدخل على طول راح يفتح لك هذا الموقع بعد ما يخلص الإعلان راح يجيك هنا اضغط عليه ورح يدخلك على موقع روكتليك لانشر ومسوين هذا اللانشر شباب مجتمعين مع بعض وسووه يعني مهم الشركة مهموا أن أي شي تالي يعني ما شاء الله عليهم طيب أول ما تدخلينا تضغط دولود وخلاص يحملك يعني مرة حجمة صغير ثاني رابط راح يطلع لك نفس الإعلان خمسة عشر ثانية بعد ما يخلص اضغط مثل ما قلت قبل ورح يدخلك على برنامج إفولف راح تسوي دولود وقبل يعني إذا تسوي ساينب أو تسديل يبدك تسوي التسديل من هنا أو بعد ما تحمل برنامج إدخله وتسوي التسديل وتسوي تسوي الكميوزر طيب بعد ما تحمل برنامج إفولف تدخلون هنا بعد ما اتضغطون هنا راح تسوي لك بارتي جديد راح ألعب مع أخي من هذا البرنامج هذا البرنامج لا تصدرك لك فقط على البيسي لكي لا يجب أن يعمل لي فقط على البيسي هنا تكتب الاسم او تنسخ الرابط هذا وترتل له سيدخل على الاتوى ويدخل على البارتي اللي سويته انت اللي هو باسمي فيسلم بعدها اذا طالع لك انه في مشكلة في الـ Evolve نفسه تروح على Defiles Manager او تكتب البحث Defiles Manager بعدين طلع لها تروح على Network Adapter بعدا Evolve Virtual Ethernet Adapter بعدين Advanced وراح يطلع لك ماكادرس حتى 01 وراح تنحل المشكلة بإذن الله وبعدها راح تفتح اللعبة وتروح على Rocket League Launcher وتسوي Refresh عند الماب Sober اذا ما طلع لك الماب راح تسوي Refresh اذا ما اذا طلع لك ما احتاج تسوي Refresh بعدها تختار اسم الماب لحاطة مثلا بيتش فولي هذا اللي هو ماب الطائرة اختارها بعدين اسوي swap بعدها بيطرع لي Map Swap Success بعدها تروح على Play بعدين Play Local بعدين Host Play Local وتروح تختار الماب أندرباس ماب أندرباس هو نفسه اللي اخترتها في الكوستوم ماب اللي هو مثلا بيتش فولي او ماب الطائرة في مابات كثير وطبعا قبلها لازم تعدل عددات تبغى مثلا البوست تشارج انه يشحن انه مو بلازم تروح عند مناطق حق بوست لا يشحن من نفسه وتبغى سريع بطيئ تبغى تعدل مثلا سرعة الكوة تبغى تعدل اي شي راح تعدله من قبل ما تدخل القيم وبعدها اللي معك بعد ما يسوي ماب سوبر ويختار اسم الماب راح يدخل ركت ليك ويضغط على بلاي لوكل بعدين يدخل جوين بلاي لوكل أو جوين هوست أو شي زي كده الكلمة الأخيرة في البلاي لوكل وراح يطلع له مثلا تشايفين فيسا اللوم بارتي داخل القيم فكل الشعب راح يدخل وبرضه بنفس الوقت لازم كل واحد تسوي الماب سوبر اللي في ركت ليقلانشر عشان يدخل معك وبرضه بنفس الوقت يمديك تعدله من ركت ليقلانشر لكن راح يكرش معك كثير ركت ليقلانشر اذا عدلت في الماب نفسه قبل ما تختاروا الماب لازم تسوي سبسكرايب للماب عشان يبديكم أو يطلع لكم فرقت ليقلانشر وهذا الشيء سيتقوله فاحبيت اقوله الحين اللي هو انك تختار من الوركشوب تختار الماب وبعدها تسوي سبسكرايب للماب ويطلع لك علامة صح انك تسوي سبسكرايب وبعدها راح يطلع لك فرقت ليقلانشر وبس الى هنا كان هات المقطع ان شاء الله ان شاء الله استفدتم من الشرح لو بشي بسيط اي استفسار عندكم اكتبوه في الكومنتهات اذا ما عاد في الجوهب فاعتذر على هذا الشيء لان فيه مشاكل كثير وفيه ناس صارت مع مشاكل ومعرفت حلها يليت 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 كل اللي يبغوا منكم انكم تشرون هذا المقطع لكل مكان اقسم بالله بتفكون ازمة لناس كثير فيه ناس كثير يبغوا يلعب كستماب لكن ما يعرفون كيف الطريقة فهذا الشرح عربي ما شفت يعني ما ادري فيه صراحة فيه عرب شرحين هذا او هذا الطريقة حق تكستماب او لا لكن لازم تنشرون لازم تنشرون لازم فبس هذا كان عندي اليوم ان شاء الله مقطع جابكم لا تسألك مثل ما قلت لكم لا تنسون تشرون المقطع في كل مكان ولا تنسون تشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين وفعل ازلت تنبيات هم شي شوفكم على خير سلام شكرا شكرا